تعال نشوف بقى أنواع الإيمان وهحتاج أن حضرتك تقرأ لنا بصوتك الحلو ده بعض الآيات من يعقوب أصحاح 2 فأول نوع بنسميه الإيمان الميت اللي هو مجرد إيمان يعقوب 2 من عدد 14 ل 17 من فضلك من آية 14 ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيمانا ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليوم فقال لهما أحدكم امضيا بسلام استدفئا واشبعا ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته بالضبط ده لأنت عاوز تصل بالضبط كده ففي إيمان ميت عبارة عن معلومات في المخ بس إن الله موجود وإنه في طاقة وإنه لكن في النهاية ما فيش ثمرة فده إيمان ميت ما بيطلعش ثمر ما بيطلعش حياة لكن المسيح جاء عشان تكون لنا حياة وحياة أفضل النوع الثاني إيمان شيطاني برضو في نفس الأصحاح أصحاح اتنين من رسالة يعقوب عدد 18 و19 من فضلك لكن يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون بالضبط كده فاللي بيقولك أن أنا مؤمن بالله ده لحد كده بس مش كفاية لأن الشيطان برضو مؤمن بالله وعارف أن فيه إله خالق وأنه الله هيحسبه وهنشوف أدلة على كده تاني الإيمان بقى العامل الإيمان الديناميكي اللي هو بيدخل لحياتي ويغيرها ده برضو في يعقوب أصحاح اتنين عدد بقى 20 ل 26 من فضلك ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح فترى أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان بالضبط كده فدي بقى شيء جميل جدا ومهم في أن إحنا نفهم أن الإيمان العامل ده بيطلع ثمرة لأنني أنا ميت بالزنوب والخطايا لما يدخل الرب يسوع لحياتي بالإيمان ده بيطلع ثمر الروح فلو ما فيش ثمر الروح يبقى فيه شك كبير أن أنا أخذت الإيمان الفعال ده واحتاج أراجع نفسي مش الأعمال هي اللي بتخلصني لأني مهما عملت أعمال طيبة مش هتوصلني لله لكن لأني وصلت لله لازم تكون فيه أعمال صالحة عارف أنا بشبهها بإيه بحاجة اسمها pay and display معرفش كات موجودة هنا في كندا ولا لأ إحنا لما نقف في الكار بارك بناخد تيكت من الماشين بعد ما ندفع الفلوس ناخد تيكت ونلزقه على العربية تمام؟ فأنا لما دفعت القيمة مثلا أو الجنين في الماشين أنا بقيت مظبوط قدام الحكومة بس لو ما حطيتش التيكت برضو هتاخد مخلفة فهو الإيمان لازم يكون له ثمرة لازم يكون له عمل فعندنا ثلاث أنواع من الإيمان عشان يبقى واضح بقى إيمان ميت مجرد معلومات عقلية إيمان شيطاني إيمان ديناميكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة